إفاء الحكومة السورية بالتزاماتها في موضوع تفكيك ترسانتها الكيموية كان موضع تشكيك أمريكي ربما للمرة الأولى منذ انطلاق هذا المسار وهو تشكيك متأت من تجربة سنوات من التعامل مع النظام السوري هذا ما قالته المندبة الأمريكية في مجلس الأمن يوجد مزيد من العمل الضروري لضمان التأكد من شمولية لائحة المواقع التي قدمتها الحكومة السورية ولضمان بقاء المسار على خطه وخصوصا عندما ندخل في مرحلة تدمير الأسلحة هذا الموقف يأتي بعد شهر من ثناء علني حظي به نظام الرئيس بشار الأسد من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لالتزامه تنفيذ الاتفاق الخاص بالأسلحة الكيموية وأرفقته المندبة الأمريكية هذه المرة بتصعيد ضد شخص الأسد نفسه الاتفاق بشأن الأسلحة الكيموية لم يغير في موقف الولايات المتحدة من الأسد هذا الرجل الذي استخدم الغازات ضد شعبه واستخدم صواريخ سكود وكل أشكال الإرهاب الأخرى لا يطلح ليحكم هذا الشعب كلام المندبة الأمريكية الاجتماع عقده مجلس الأمن لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته مسألة تدمير الترسانة الكيموية تتحدث التقارير عن تعاون بناء من قبل الحكومة السورية وبالطبع أشير إلى الحاجة المستقبلية لدعم دولي رسالة سبق أن اتهمت المعارضة المسلحة بالوقوف وراء هجمات بالأسلحة الكيموية نافية مسؤولية القوات الحكومية السورية عن هجوم الغوطة في آب أغسطس الماضي والذي أودى بحياة المئات من المدنيين عادت ووجهت أصابع الاتهام لهذه المجموعات نحن قلقون من وجود تجمعات معارضة في بعض المناطق والتي قد تقوم باستفزازات ما يشكل خطرا خلال المرحلة المقبلة من إطلاف السلاح الكيموي السوري الأسبوع الماضي قال مفتش الأسلحة الكيموية في سوريا فإنهم استطاعوا زيارة 21 موقعا من أصل 23 كانوا ضمن لائحة قدمة الحكومة السورية على أن يتم زيارة الموقعين المتبقيين ما أن تسنح الظروف الأمنية والخلاصة التي توصلت إليها منظمة حضر الأسلحة الكيموية أن سوريا أوفت بالمهلة الزمنية التي حددها قرار مجلس الأمن وأقصاها الأول من 22 نوفمبر لتدمير أو تعطيل منشآت إنتاج هذه الأسلحة والحجار بي بي سي